السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير أسأل الله أن تكونوا أنتم وأسركم جميعا بخير وصحة وعافية ويتقبل الله مننا ومنكم كلنا نعرف البلد التي اسمها الهند وهي تمثل 13% من عدد سكان العالم لكن من فيه أن يعرف حال المسلمين هناك الإسلام وصل شبه القارة الهندية في القرن الأول الهجري عن طريق التجار وخصوصا العرب في الساحل الهندي وعن طريق الفتوحات محمد بن القاسم قادها من فينا يعرف عدد المسلمين في الهند رح تتفاجأون لأنني رح أذكر لكم عدد سكان دول عربية علشان نقارن بينها وبين المسلمين هناك مجموع عدد السكان في الدول العربية اللي رح أذكرها لك الآن سواء كانوا من المواطنين أو من المقيمين عدد المسلمين في الهند أكثر منهم دول الخليج الستة إضافة إلى اليمن العراق سوريا الأردن لبنان فلسطين أضف إليهم مصر بعض الحصائيات تقول 220 وبعضهم يوصلها ل250 مليون مسلم يعيشون في بلاد الهند المشكلة أيها الأحبة أن هذا العدد الكبير جدا كثير منهم في جهل وفي أمية وغير متعلم وكثير منهم حالة المادية صعبة ممكن البعض يتساءل أنا شنو أقدر أسوي لهؤلاء الناس أول شيء المكان بعيد جدا صعب الوصول لهم تستطيع أن تعمل أشياء لأن المؤمنين جسد واحد أظن أغلبكم أيها الأحبة يوافقني أن من أهم الحلول لمشاكل المسلمين هناك هو التعليم التعليم أولا بناء الإنسان ولهذا أيها الأحبة جمعية النجاة الخيرية الكويتية ستبني مدرسة هناك من ثمانية فصول بإضافة إلى مسجد ومرافقة وبئر وكل مسجد سيساهم هذا المركز إن شاء الله إذا بناء المركز الأول نبني مراكز أخرى يساهم في تعليم وتثقيف المسلمين هناك في أمور دينهم ودنياهم نخيل هذا المركز فيه سقي الماء بئر سيحفر فيه مسجد ومن بناء لله مسجدا وفيه مدرسة للتعليم القرآن وعلومه وغيره فتخير الأجور تستطيع أيها الحبيب أن تساهم بمالك ولو باليسير من خلال الرابط في تويتر والإنستغرام أو تدل غيرك والدال على الخير له مثل أجر فاعله فانشروا الخير